اتفاق مفصلي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يرسم ملامح جديدة لليمن اتفاق برعاية التحالف بقيادة السعودية يبشر بتوحيد الصف اليمني وانهاء حالة الانقسام يأتي ذلك ضمن ما اطلق عليه اتفاق الرياض الذي اعلنت عنه مصادر لصحيفة الشرق الاوسط ووقع عليه الطرفان ومن ابرز بنوده تشكيل حكومة كفاءات مكونة من 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية توحيد المؤسسات وتفعيل مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية مكافحة الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة وشفافية صرف الايرادات ترتيب القوات العسكرية في الجنوب بما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار المصدر الرسمي لفت الى ان رئيس الحكومة الحالية سيعود الى اليمن لتفعيل مؤسسات الدولة وصرف الرواتب والمستحقات كما اضح المصدر ان هذا الاتفاق سيسهم في تحقيق كافة مطالب المكونات اليمنية بما فيها القضية الجنوبية واشاد المصدر بدور الامارات الايجابي والمثمر الذي ادى الى الوصول لهذا الاتفاق